بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه هياكم الله عزائنا الطلاب في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس قواعد النحو والصرف للصف الثاني عشر من العام الدراسي 2020-2021 في الفصل الدراسي الأول معكم اليوم عزائنا الطلاب في درس البدل تأمل عزيزي الطالب هذا المثال اتصف الخليفة بالحزم والنظام فنلاحظ أن كلمة الخليفة التي تؤدي معنا عاما بينما عندما أقول اتصف الخليفة عمر بالحزم والنظام نلحظ أن كلمة عمر سدت مسد كلمة الخليفة وأصبحت كلمة عمر هي المقصود بالكلام بدلا من الخليفة تأمل معي ذلك المثال اتصف الخليفة عمر بالحزم والنظام نجد أن كلمة عمر هي المقصودة بالحكم ونسميها بدلا ونجد أن كلمة الخليفة قد جاءت تمهيدا لهذا البدل ويسمى مبدل منه كيف نعرب البدل والمبدل منه في المثال السابق اتصف الخليفة عمر بالحزم والنظام فنعرب كلمة الخليفة وهو المبدل منه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاحرة سبب ذلك لأنه يعرب بحسب موقعه في الجملة بينما كلمة عمر نعربها بدل مرفوع وعلامة رفعها الضم السبب لأنه تابع لذلك الفاعل في ذلك السياق تأمل معي عزيزي الطالب ذلك المثال ثم أحدد معي البدل والمبدل منه أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين نجد أن محمدا قد جاءت بدلا من النبي والتي يسمى المبدل منه نستنتج مما سبق عزيزي الطالب أن البدل تابع يذكر لبيان المقصود بالحكم بعد اسم غير مقصود لذاته يسمى المبدل منه ويأتي البدل لزيادة الإضاحة والبيان ويعرب المبدل منه عزيزي الطالب بحسب موقعه في الجملة بينما يتبع البدل المبدل منه في الإعراب رفعا ونصبا وجرة الآن أقرأ عزيزي الطالب معي هذه الأمثلة وحدد البدل والمبدل منه كان القائد خالد بن الوليد ذا خبرة بالحروب فنجد أن كلمة خالد قد طابقت القائد فكانت هي البدل إن هذا الطالب مهذب في تصرفاته فكذلك قد جاءت كلمة الطالب مطابقة لإسم الإشارة هذا فكانت بدلا منه وكذلك في المثال الثالث أقدر المعلمين معلمي اللغة العربية جاءت معلمي اللغة العربية مطابقة لكلمة المعلمين فنلحظ أن البدل في الأمثلة السابقة هو عين المبدل منه ولذلك يسمى بدلا مطابقا ويتضح مما سبق عزيزي الطالب أن بدل مطابق يأتي على صور ثلاث وهي اسم العلم الواقع بعد كونية أو لقب أو صفة والاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة والاسم المطابق للمبدل منه في اللفظ ويكون أخص من المبدل منه كما مر علينا في الأمثلة السابقة اقرأ عزيزي الطالب المثال آتي وحدد معي البدل والمبدل منه قرأت الكتاب نصفه فنجد أن نصفه قد جاءت بدلا من الكتاب ولكن ليس هو عين المبدل منه ولكنه جزء من ذلك المبدل منه ويسمى البدل الذي يكون جزءا من المبدل منه بدل بعض من كن اقتديت بالمعلم أخلاقه فعند تأمل بهذا المثال أيضا عزيزي الطالب نجد أن أخلاقه قد جاءت من المعلم ويسمى هذا البدل بدل اجتمال والذي يكون فيه المبدل منه مشتملا على ذلك البدل تأمل معي عزيزي الطالب هذا المثال زرت المتحفة النادي العلمي فكأن المتحدثة قد أراد أن يقول النادي العلمي فأخطأ وتباين في الكلام فقال المتحف فجاءت كلمة النادي بدلا من المتحف ويسمى هذا البدل ببدل الموبايل الذي يعدل به المتحدث عن المبدل منه نستنتج مما سبق عزيزي الطالب أن البدل ينقسم بحسب علاقته بالمبدل منه إلى أربعة أنواع بدل المطابق والذي يكون البدل هو عين المبدل منه وبدل بعض من كل والذي يكون جزءا منه بدل اجتمال والذي يشتمل فيه المبدل منه ذلك البدل وبدل المبايل الذي يعدل فيه المتحدث عن المبدل منه إلى البدل في كل من بدل بعض الكل وبدل اجتمال نجد عزيزي الطالب أنه يجب أن يحوي ذلك البدل على ضمير وهذا الضمير يطابق المبدل منه في العدد وفي النوع فتأمل عزيزي الطالب هذين المثالين استمتعت بالمسرحية فصولها وأعجبني المسلمون أخلاقهم الحظ الضمير عزيزي الطالب في بدل بعض من الكل في المثال الأول فصولها وهو يعود على المبدل منه المسرحية وكذلك الضمير هم في بدل الاجتمال في المثال الثاني أخلاقهم وهو يعود على المبدل منه المسلمون تدريبات حول عزيزي الطالب المبدل منه فيما يأتي نعة وبالعكس الخليفة أبو بكر حارب المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كلمة أبو بكر قد جاءت نعة قد جاءت بدلا للخليفة فنقول عند تحويلها إلى نعة أبو بكر الخليفة حارب المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتبديل بين المبدل والمبدل منه في التركيب من يتمسك بالقرآن كتاب الله فلن يضل نجد أن كتاب الله قد جاءت نعة للقرآن فعند التبديل بينهما في التركيب نقول من يتمسك بكتاب الله القرآن فلن يضل فجاءت كلمة القرآن بدل مجرور من كتاب الله وظف أزيزي الطالب الكلمات التالية لتصبح بدلا وفق المطلوب أمامها فعندما نأتي بكلمة الشباب ونريدها أن تكون بدلا وطابقا نقول هؤلاء الشباب يسعون لبناء أوطانهم فقد جاءت الشباب معرفة بأل بعد اسم الإشارة هؤلاء وفي الكلمة الثانية معظم إن أردنا أن تكون بدل بعض من كل نقول مثلا حفظت القصيدة معظمها فنجد أن معظمها قد جاءت جزء من القصيدة وعندما أريد أن آتي بمثال يحوي على بدل اجتمال ويكون هذا البدل كلمة حديث أقول أعجبني الشيخ حديثه فكلمة حديثه قد اجتمل عليها البدل مبدل منه وهو الشيخ وعندما أريد أن آتي ببدل مباين من كلمة الطب أقول مثلا سأدرس الهندسة الطب فعدلت عن الهندسة إلى الطب وجاءت كلمة الطب بدلا مباينا عين عزيز طالب في الأمثلة الآتية البدل والمبدل منه وبين نوع البدل فيما يأتي أعجبت بمعالم الكويتي أبراجها نجد أن البدل قد جاءت أبراجها وأن معالم هي المبدل منه ونوع البدل بدل بعض من الكل لأن أبراجها جزء من معالم الكويت زرت القاهرة دمشق هذا البدل عدل فيه المتكلم عن الخطأ القاهرة إلى دمشق فجاءت دمشق بدل والقاهرة مبدل منه فكان نوع البدل هو بدل مباين يبهرني الجندي بسالته فنجد أن بسالته قد جاءت بدل من الجندي وهو بدل اجتمال كان العالم جابر بن حيان نابغاً في الكيمياء فجاءت كلمة جابر بدل من العالم وجابر هو عين العالم لذلك كان البدل بدل مطابق ضع عزيزي الطالب مكان النقط فيما يأتي بدلاً مناسباً واضبطه وبين نوعه يعجبني الفاتحون المسلمون أكملها بقولي جهادهم ويكون البدل هنا بدل اجتمال مرفوع وطننا فراغ الكويت درة الخليج فأقول وطننا الكويت درة الخليج بدل مطابق مرفوع أيضاً زرت آثار مصر القديمة فراغ فأقول زرت آثار مصر القديمة مساجدها مثلاً وهو بدل بعض من كل تأمل عزيز طالب في هذا التدريب وأكمل كل جملة بما هو مطلوب أمامها مضبوطاً ضبطاً صحيحاً نظرت إلى الجبل والمراد هنا بدل بعض من الكل فآتي بجزء من الجبل فأقول نظرت إلى الجبل قمته مجرور لأن المبدل منه جاء مجروراً بحرف الجر إلى المثال الثاني من يتمسك بكتاب الله فراغ فلن يضل والمطلوب بدل مطابق والبدل مطابق لكتاب الله هو القرآن ويكون مجروراً أيضاً لأن المبدل منه مجرور فأقول من يتمسك بكتاب الله القرآن فلن يضل في المثال الثالث نقول نجح في المسابقة ثلاثة ثم فراغ متسابقين فأتي بالبدل المباين أقول نجح في المسابقة ثلاثة أربعة متسابقين ويأتي البدل هنا مرفوعاً لأن ثلاثة هو المبدل منه قد جاء مرفوعاً على الفاعلية وفي المثال الرابع والأخير أقول أعجبني الشاعر ونريد بدل اجتمال أقول أعجبني الشاعر إبداعه برفع البدل لأن المبدل منه جاء فاعلاً مرفوعاً تأمل معي عزيز الطالب التدريب العاتي وصوب الكلمات التي تحتها خط الخليفة عمر إمام عادل قد جاءت كلمة عمر منصوبة والصواب أن تكون مرفوعة لأنها بدل من الخليفة فأقول الخليفة عمر إمام عادل وفي المثال الثاني حفظت الصورة نصفها والصواب أن أقول نصفها لأن البدل يأتي هنا منصوباً فالمبدل منه قد جاء مفعولاً به منصوب فأقول حفظت الصورة نصفها ضع عزيز الطالب مبدلاً منه مناسباً في كل فراغ مما يأتي مع الضبط مضى فراغ أكثره فنقول مضى العام بالرفع أكثره أعجبني فراغ هواؤه فأقول أعجبني الريف هواؤه برفع الريف إن فراغ أبا بكر مثل يحتذا به في قوة الإيمان فأقول إن الصديق أبا بكر مثل يحتذا به في قوة الإيمان بنصب الصديق لأنه اسم إن تأملت فراغ نجومها فأقول تأملت السماء نجومها بنصب السماء على المفعولية وفي الختام أستودعك الله عزيز الطالب على أمل اللقاء معك في درس وحصة قريبة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر